هلو واضح انا ريتا حرب من لبنان ونستعيد من خلال ليلي زمان مع ريتا الزمن الجميل كل ليلي عم نعمل نوع من تكريم لشخصية او لمرحلة زمنية قديمة انتو بتحبوها ونحن منحبها ولازم نحن والاجال اللي جاية نتذكرها موسيقى فترة طويلة بتحفوني على الشاشة قدمت كثير برامج اليوم كمان عم بتحفوني بمجال التمثيل باكتر من مسلسل مسلسل اخر الليل ابتدى قبل رمضان وصار عنده جماهرية كبيرة وامتد مع شهر رمضان المبارك كان لوجه بريء مبتسم دائما ولكن هيك شريرة شوي بتصرفاتها لتوصل لأهدافها وعنده انو الوضع الاجتماعي اللي هي فيه ولي وضطته ما بده تقصره لو شو ما كان اوقات في شخصيات اللعبتها بحياتي مش بس عنهول يمكن تشبهني بالشكل اكتر شيء او بطريقة اللبس بس لحد اليوم من وقت ما ابتدت تمثيل لليوم حتى مع هلا اكترلين ومع كروفا لأ ما في شخصية بتمثل يتتحرب بكل شيء بحب انو بتأقلم بكل الأجواء ما عنده مشكل بكل شيء ان كان بالطبقات الاجتماعية او بالاماكن او المطارع بقدر اقلم حالي وكب بالجو موسيقى بحب تكون نصيحة وشوي انا ماشي بيها بتشوف السوشيال ميديا بس ما بصدقه كتير مشال لانو فيه ناس تعمل ديبراشن وارا السوشيال ميديا وبتصدق كتير اللي بتشوفه ان كان من اللبس والبهرجة او من العلاقات يلي دايما هافي فاميلي وهي مش هيك بالحقيقة فكلنا منشبه بعضنا وكلنا عنا مشاكل وكلنا منزعل ومنبكي ومنبسيط واللي بتشوفه على السوشيال ميديا نصوها مش اكتر مش ما